مقالي ومقاله الاهلي والمدرب من يصنع من هل الاهلي هو اللي بيصنع المدرب وبيعلق اسهمه ولا المدرب هو اللي بيحق بطولات للنادي الاهلي مين اللي بيعمل ده مش هنطول في السرد التاريخي الطويل لانه مؤكد في حضرة المهندس عدلي بخبراته ممكن نبدأ ندور من ايام من كابتن صالح راح جاب المجر هيدي كوتي مؤكد كان اسم هيدي كوتي كواحد من نجوم المجر في العصر الزهبي اعلى بكتير من كونه مدرب لكن جيه حق البطولات الكبيرة وجيل التلامزة والتجربة الزهبية للنادي الاهلي وهكذا مرارا بكل المدربين بس عايز افكر بالعشرين سنة اللي فاتت على نحو سريع شوية من خلاله هتعرفوا هو مين اللي بيصنع مين الاهلي ولا المدرب من عشرين سنة بالزبط الاهلي جاب مانويل جوزيه من البرتغال في 2001 الحقيق حقق دور الابطال الافريقي والصوبر وفاز على الزمالك ستة واحد وما خدش الدوري مشي 2002-2003 باشموندس جيل هولندي بون فرير خسر الدوري في مباراة امبي ومشي جي توني اوليفيرا البرتغالي اللي مصنف الاعلى من مانويل جوزيه في البرتغال ما حققش حاجة وخرج من افريقيا لكن كسبوا الصوبر في مباراة الزمالك بركلات الترجيح ومشي في نوفمبر 2003 رجع مانويل جوزيه في الولاية التانية حقق بقى الفترة الزهبية القياسية 22 بطولة فيهم خمسة دوري وفيهم اتنين من كاس مصر وفيهم اربعة صوبر وفيه تلاتة دور الابطال وفيه تلاتة صوبر افريقيا وطبعا فيها ميدالية كاس العالم البرونزية ومشي حسام البدري ميسج جاب دوره صوبة بعدها ميشي جي كابتن زيزو فترة قصيرة جدا لغاية لما مانويل جوزيه رجع في 2010-2011 جاب الدوري وبعد احداث بورسعيد ميشي كابتن زيزو اعتقد خد كاس خد كاس في المرة التانية جي بعد كده مانويل جوزيه ميشي في 2013 جي كابتن فتح مبروك بعدين جي محمد يوسف في دور الابطال خد دوري ابطال افريقيا وصوبر ثم جي جريدو خد الكونفدرالية وصوبر كاس مصر جي الكابتن فتح مبروك كابتن زيزو خد صوبر في الامارات ضد الزمالك وبيسيرو ميشي جالو بورتو البرتغالي مارتنيول جي خد الدوري وميشي ايضا جي كابتن حسام البدري خد دوري وصوبر وكاس وبعدين كمل الكابتن احمد ايوب فترة قصيرة كارترون مخدش بطولات ومشي رجع يوسف وبعد منه جي فيلر ماكملش ومشي جي بتسو مسماني خد الاربع بطولات اذا مسيرة ما في حد مرن الاهلي الا غالبا خد بطولات كلهم خدوا بطولات معادة كارترون وفايلر لانه ماكملش ومونفرير مطش امب الشهير منفرير ماكملش لنوعية بونفرير انا تكلم عالي اولوفير اعم بونفرير اعم وفايلر خد بطولتين بايلر خد بطولتين يبقى بونفرير وكارترون وكارترون مفيش حد ما خدش بطولات معا النادي انما مش معنى كده ان المدرب يستطيع ديكس اللي جيه خد كاز مصر برضا وديكس يجيه خد كاز مصر الألماني مش معنى كده إن النادي الأهلي بيوفر كل حاجة إيه أسباب النجاح إن كده تتوب أدارة بتحط الضوابط بتدي الصلاحيات بتوفر المناخ ومن توفير المناخ بتجيب اللعبة المناسبة بالإعداد المناسب بالإنفاق المناسب بالطلبات الفنية والإدارية المحترفة جداً وجزء منها طبعاً اختيار المدرب اللي يستطيع أن يستثمر المناخ ده أولي جداً الناس اللي جات ولم توفق بوم فرير برضو عايز أقول لك حاجة كان فيه حاجة غريبة في الراجل ده جاه في الآخر بعد البداية في الموسم كانت مرعبة بيكسر واربعات وخمسات واخد بالك وكل اللي كانت بعيدة جداً عن المنافسة ولكن للأسف الشديد حياته الشخصية فيه الآخر ما كانش مركز خالص في الملحب لدرجة أن فيه لعيب اداله أجازة يعني الماتش يوم الجمعة ولا الخميس مش فاكر اداله أجازة يسافر يوم الثلاث يعمل الموضوع الشخصي ويرجع يعني ما فيش حاجة كده منت عدم الاهتمام وعدم الاحترافية ومن ناحيته جه جوة واخد بالك فأنا عايزة أقولك الأهل يوفر بس المدرب مهم ما تم المدرب لما يكون عنده رؤية وعنده طموح وعنده رغبة زي دوكوتي شوف يستثمر المناخ ده ازاي لما يجي لك واحد زي بايسا شوف يستثمر المناخ ده ازاي لما يجي لك واحد زي مانو جوسي شوف يستثمر المناخ ده ازاي لما يجي لك واحد زي بيتسو شوف يستثمر المناخ ده ازاي في ناس تانية النادي الأهلي بيحس أنه هو كسب البطولات بس مش ده اللي حيقدر يستثمر المناخ ويحقق لك الأهداف المستقبلية ودي شفها في جريده وشفها في لسارته وشفها طبعا في كارتيرون لأن كارتيرون خرجك من 3 بطولات في أسبوع حتى المدربين المصريين اللي كان بيجي على تارجت أو الكاس كابتن فتح مبروك خد كاس كابتن زيزو خد كاس كابتن محمد يوسف خد بطولات كابتن حسين ببادري خد أربع بطولات ولا خمس بطولات مع النادي الأهلي على مرتين فإذا نقدر نقول الأهلي بيهيأ أفضل مناخ وبيحط أحسن يعني أسس احترافية لأمام المدرب اللي عايز ينجح ولكن المدرب بقدراته ومش كلهم زي بعض يعني ما تيجي تعد المتميزين في تاريخ النادي الأهلي أول حاجة هتروح تتكش من زمان وبعدين هتروح داخل ناطط على طول رحل السبعينات على طول حتى كلوتشاي اللي جي سنة بعد هيدوكوتر آه غير الدنيا عمل تاكتك وكسب بطولات وأعتقد هو أول واحد كسب لنا بطولة أفريقية أعتقد الكابتن الجوهري لا الكابتن الجوهري جاء بطولة 82 أول بطولة هو كلوتشاي لا لا كان قابل أفريقيا وصلنا فينا اللي ممكن معاه عمل نجاح معين في حيطة أفريقيا أنا فاكر مش عايزين نقف قدامها دي لكن كلوتشاي كان مدرب مهم جدا بس هيدوكوتر رجع السلام منه وبعد كده الكابتن الجوهري والبطولات اللي حققها كابتن أنور سلامة الكابتن شاو عبد الشافي طبعا هول من فايتسا مش عارف إيه إحنا بنتكلم بقى على هولمان وفايتسا عمل بطولات كتير نادي الآن لكن اللي غيروا من من السيستم البصمة الكبيرة هيدوكوتر فيسا فيسا منو الجوزي منو الجوزي لكن نقدر نحط فيسو موسيماني كواحد من الناس اللي استطاع أنه يستثمر بعتبره أول أفريقي مش بس أول أفريقي فطرته كان الزحمة بالتحديات ونجح بنسبة أكتر من 80% فيها وكلها تحديات كانت مهمة يعني التاريخ حيبدل يذكر له البرونزيات حيبدل يذكر له الاثنين الدورة تلاتة فاينال كسم منهم اثنين وواحد بظروف صعبة خسره إذن مدرب كبير هنقول له بالتوفيق هنتو الصفحة هو قال كلمة يعني مش هفسر أنا دلوقتي ترجمة نانسي قنقر